في الدراما يا محمد علال أيضاً هذه النقطة تعتبر إيجابية كثير في هذا المسلسل أو الإنتاج الضخم بوعاً نشاطر الزملاء خاصة أمين اللي يحكى على جانب السيناريو والقصة الأصلية المتميزة وهذا اشتغال أعتقد سنوات من التحليل وثم أنه العمل بشي نجح هناك ثلاثية معروفة يعني هناك لازم يكون عندك ممثلين متميزين في الأداء وعندك سيناريو قصة خاصة السيناريو كما يقول هيتشكوك السيناريو ثم السيناريو ثم السيناريو وثالثاً الإنتاج لازم نفكر بهذه الأمور الثلاثة ما كيف عمل ينجح من دون هذه الأشياء والنجاح عندك معيارين في النجاح عندك معيار الجماهيري وعندك معيار الفني أو اللي يقولوا عليها النقاد وغير ذلك قد ما يكونوش كيف كيف ما يتوافقوش وقد يكونوا بعاد الفيلم اللي يعجب الجمهور سحياناً ما يعجبش النقاد ويكون فيلم يعتبر تجاري بعض الإنتاجات اليوم في رمضان رهنت على هذه الزاوية أنا متهمنيش هذه الزاوية بقدر ما يهمني طبيعة العمل والجودة الفنية والقصة والإضافة الحقيقية اللي تخطها في الدراما الجزائرية نحن نتكلم على دراما جزائري عمرها تقريباً منذ الاستقلال نحسب أعمال دراما لأنتجناها حوالي 100 عمل درامي فيها 4 أو 5 عمال ضخمة حقيقية تؤرخ يعني لا يمكن أنه مر مرور كرام عليها نتكلم على المستسل الحريق نتكلم على شافيقة إذن رغم أنه في اختلاف عليه لكن محطة مهمة في الدراما الجزائرية اليوم رأنا نتكلم على الرهان أنا لماذا نرى هذه النظرة نظرت في جانب النقدي والفني لأنه المادة المادة أصلية القصة أصلية والممثلين محليين جزائريين وخاصة القصة قصة بأحداث جزائرية 100% وبالنسبة للإنتاج هذا بالنسبة للقصة والتمثيل بالنسبة للإنتاج أن هذا العمل استطاع أن يجد نفسه في قائمة من الأعمال الضخمة العربية 70 عمل يعرض اليوم على منصة تشاهد من بينهم عمل واحد جزائري وهذا تمييز هذا لا نقدرش أنا نمر عليه مرور الكرام كصحافة أو كنقد شكرا لك محمد علا لمشاهد الأفاضل بعد الفاصل